السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهدون الكرام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ثم أما بعد من المواضيع التي ينبغي التفقه فيها وخاصة في هذا الشهر الكريم يا الفدية فهناك من الناس من لا يستطيعون الصيام والله سبحانه وتعالى أشرع لهم بديلا لهذا الصيام ولذلك لا بد من الكلام عن الفدية الفدية ينبغي معرفة أحكامها سنتحدث إن شاء الله تعالى عن من تجب عليهم الفدية وعن من تستحب في حقهم الفدية ومقدار الفدية فنقول أوجب الله الصيام على كل من يستطيع الصيام من المؤمنين والمؤمنات بمعنى لاستطع بشر الصوم واجب عليه أن يصوم قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه أوجبت الآية الصيام على كل من يستطيع الصيام أما أصحاب الأعذار يعني من لم يستطع الصيام الله سبحانه وتعالى شرع لهم بديلا لهذا الصيام فهناك من أصحاب الأعذار من تجب عليهم الفدية تجب الفدية على نوعين من الصائمين الذين لا يستطيعون الصيام النوع الأول المرأة المرضع هذه المرضع المرأة التي ترضع ولدها إما أن تخاف على نفسها وإما أن تخاف على ولدها فكونها خافت على نفسها بمعنى عندما تصوم وترضع ولدها تخاف على نفسها أن يلحقها الضرر أو أنها تخاف على ولدها بمعنى عندما تصوم يقل لبنها فتخاف على ضعف ابنها هذه تقضي هذه تقضي وتجيب عليها الفدية تقضي وتجيب عليها الفدية هذا هو النوع الأول أما النوع الثاني فمن عليه قضاء بمعنى من كان مسافرا فأفطر وعليه القضاء أو من كان مريضا مرضا عاديا يرجى برؤه ثم بعد ذلك تهاون يعني تهاون عن قضاء ما أفطر فيه من أيام حتى أدركه رمضان آخر هذا يقضي هذا عليه القضاء وتجيب عليه الفدية تجيب عليه الفدية إضافة إلى القضاء هذان النوعان تجيب عليهما الفدية النوع الأول المرأة المرضع التي تخاف على نفسها وتخاف على ولديها النوع الثاني من تجيب عليه من أفطر في رمضان بسبب مشروع لكنه تهاون ولم يقضي بعد أن مضى رمضان حتى أدركه رمضان آخر هذا يقضي وعليه الفدية أما النوع الثاني الذي لا تجيب عليه الفدية بمعنى تستحب في حقه إن أخرجها فعليه فله الأجر عند الله سبحانه وتعالى النوع الأول الشيخ والعجوز يعني المرأة الكبيرة التي لا تستطيع الصيام بسبب كبرها أو الرجل الكبير الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام بسبب كبره هذان النوعان إذا أردنا أن نجعلهما نوعا واحدا لا تجيب عليهما الفدية على الشيخ الكبير ولا على العجوز وإنما يستحب أن تخرج عنهما الفدية يخرجها أولادهما أو تخرج من أموالهما هذا هو النوع الأول النوع الثاني المرأة والرجل المريض مرضا مزمنا يعني المريض مرضا مزمنا بالمرض السكري أو بأمراض أخرى أو بأمراض أخرى أمراض مزمنة لا يرأى شفاؤها ولا برؤها هذا النوع الثاني تستحب الفدية في حقهم لا تجيب عليهم المرضى من أصيب بمرض مزمن أمرهم الطبيب بأن لا يصوم هؤلاء يستحب أن يخرجوا الفدية إن لم يكن عندهم ما يخرجون فلا حرج عليهم هذا هو النوع الثاني النوع الثالث من صام رمضان وبسبب أعمال شاقة بسبب الحرارة المفرطة أحس بعطش شديد قد يهلكه يفطر هذا ويقضي يفطر ويجب علي القياني أن يقضي ويستحب في حقه أن يخرج الفدية إذن من لا تجيب عليهم الفدية وإنما تستحب في حقهم ثلاثة النوع الأول الشيخ والعجوز الكبيرين النوع الثاني المرأة والرجل المريضان المريضان مرضا مزمنا نوع الثالث من أفطر في رمضان بسبب بسبب الشقاء الطارئ عليه بمعنى كان صائما لم يكن مريضا ولم يكن كبيرا وإنما صام بالطريق العادية ولكنه أدركه الشقاء فأحس بعطش فشرب هذا يقضي ثم يستحب في حقه أن يعطي الفدية أما مقدار الفدية فالفدية يقول فيها الفقهاء رحمهم الله بأنها ربع ما يعطى في الفترة ما يعطى في الفترة التي تخرج في آخر رمضان ربعها إذا كانت مثلا تقدر الفترة تقدر الفترة بتقريبا جوش كيلو ونصف فإنها فإن الفدية هي تقريبا سبعمية جرام أو أقل ولكن الفقهاء يقولون بأن إذا كان هذا القدر لا يحقق الإطعام فإن صاحب الفدية يعطي ما يحقق وجبة عادية لأي مسكين يعني يقول الفقهاء بأن الفدية مقدارها أن تعطي لمسكين واحد وجبة كاملة عادية في كل يوم تُعطى لكل هذه الفدية تُعطى في كل يوم لمسكين كما كما كان أنس رضي الله عنه يفعل عندما كبر كان يجمع ثلاثين مسكينا فيطعمهم بقصعة ثريد بمعنى اللي بغي يطعم واحد العائلة ضروري يكون فيه عدد ما أفطر من أيام رمضان في معنى لا يعطي جميع مقدار ما أفطر فيه من الأيام لا يعطيه لمسكين واحد وإنما لا بد أن يكون عدد الأيام عدد المساكن هم عدد الأيام التي أفطرها اطلب الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه وأن يفقهنا في ديننا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته